نظمة المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير اليوم الخميس بعملة إقليم تاتا مهرجانا خطابيا بمناسبة تخليد الذكرى الثامنة وستين لانطلاق عمليات جيشية التحرير بجنوب المملكة وفي كلمة بالمناسبة برز المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري التضحيات الجسام التي قدمها أبناء إقليم تاتا في سبيل الحرية ووحدة الوطن وأشهد سيد الكثيري بالأدوار الوزنة التي قام بها أبناء المنطقة إبانا فترة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال والسيادة الوطنية